انا هتابل الفراغ بتاعتي بالملح والفلفل والبابريكا بس تمام وليلي بقى بدأتي من كم سنة كده وانت بتشتغلوا ان من كم سنة بدأتي تعملي بيتج على البيتج من سنتين بالزبط بس من بدري بقى بصور عشان بحب بصور الاكل جدا فبقى صحابي وكده كان ببقى عايزين الراسل بي وعايزين الطريقة كنت بدخل في المسج عندهم وقولهم ايه الطريقة كذا وبتاع فقالولي لقى عملي صفحة وكلنا نستفيد وكده فعملت بقى من سنتين بالزبط لصفحة بتاعتي فهي اول سنة كده قعدت يعني تقريبا وصلت لحد مئة ألف ملح وفلفل او اه وصلت لحد مئة ألف اخر شهر ده او اخر شهر ونص وصلت فيه 77 ألف زيادة يه ماشاء الله اكيد من وصفة معينة نيك حبايا التصل اه اه وصفة معينة أول وصفة طالعة اكسبلور هي الزلبية واصفة الزلبية وبعد كده العزيزية واه واخر حاجة الروز بلبن طب يا جماعة ينفع كنا عملنا الزلبية كمان نهاردة اه لا اكتر حاجة جابت مشاهدة هي رز بلبن من 4.5 مليون مع أن وصفة الرزة بلبن مفروض أنها معروفة عاملين بقى وش مكرمش وكريمي وزي بتاع المحلات فالناس بقى اللي هو إيه ده عايزين نعرف بقى الجكلة أعمل إزاي وكده ويعني مش محتاجة قلت تكات مختلفة وليه لي الطصة دي عايزة نحط عليها زيت نحط معلقة زيت أنا هساعدك بس كده لحد ما إيه تسخم أنا هتابلها وزبدة ولا إيه لأ زبدة زيت بس والزيت ده بعد هتابلها بملح وفلفل وبابريكا من الوش والضهر تمام بس والميزة بقى في دين هي لا بتحتاج بقى تتاب الليلة كاملة يعني مستعجلين في ثانية وهتطلع معيكم حلوة جدا وزي بتاعتي المطاعم والحاجات الليلة الحلوة دي محبني يا جماعة الأكلات السريعة السريعة طبعا لأن إحنا أصلا جيل يعني على طول يعني شانتي عندك أولاد ولا عندي بنوتة اسمها إيه سيليا ليليا سيليا 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 زيك يا سيلي عاملة إيه إحنا تابلنا الفراغ خلاص يلا بنسخنها هي بالزيت هدخل بقى خلاص يبقى إحنا كده يا جماعة صدور الباني هي تابلتها بس برشة ملح وفلفل في ساعتها زي ما قالت من الوش والضهر والبابريكا تمام وبنسخنها هي الطاصة يا رب إيه تكون سخنة هي سخنة يعني آه لأ سخنة خلاص أحط حط يلا آه لسه برده لسه شوية أنا أهم حاجة إن الفراغ تاخد معي لون أهم حاجة تاخد لون ميش هي حقيقة إن شاء الله هتشتغل معينا الطاصة تاخد وقت إذن إحنا عندنا إنا جماعة جوه برد قوي شاء عبالما الطاصة بتبرد بتقذيب بتسخن بتاخد معنا وقت طيب قوليلي عبالما هي تسخن الخطوات اللي بعد كده إن إحنا إحنا هنشوح الفراغ الأول آه وبعد ما تاخد لون حلو هبدأ بقى إن أنا أشوح الخضار بتاعي عايز أقول لكم إن الخضار مش لازم نلتزم بحاجة معينة يعني أي خضار عندكم ممكن تحطوا بسلة ممكن يحطوا بروكلي ممكن يحطوا جذر يعني مش لازم وطبعا السويت كورن والفلفل الألوان والمشروب معنا تأصدك إن التكنيك في البداية هو اللي محتاج يعني الفراخ نتبلها آه بعد كده بنبدأ ومش لازم نلتزم بخضار قوي معين هي بتبقى حلوة جدا بدول ولو عايزين نزود حاجة نزود مثلا مش عندك مكون ده ممكن تحطي بتمشي معاك في أي حاجة وتضبط معاكي حلو جدا آه مش يعني مش على حاجة معينة طيب هي دلواسي بدأ إتهي يعني تسخن نجلي بالبقى نهاجي هنا وطبعا يا جماعة عشان يعني أنا بحب الزيوف اللي عندنا ندلعهم يعني هي عملالنا وصفة إحنا نعمل لها وصفة فإحنا قلنا نعمل كسات جيلي كده وكاسترد اللي انتو شايفينها دي خطيرة ومبارح عمالنا عايزة قويكوا روزة بلغة من بشوكولاتة لا أول مبارح معلوق الأسفة فتحفة دلوقتي الكاميرا هي جايبة وإحنا بنشوح الفراخ ولازم تكون طاصة كبيرة كده ويفضل طبعا ما بتلزقش عشان ما تغلبناش وطاصة كبيرة عشان إحنا عايزين الفراخ تاخد لون مش عايزين أنا تبقى تاخد لون كده حلو حلو قوي لا حطي حطي عشان يلا خلي دي معيك هنرجع دول ورا فقول لنا بقى انت دلوقتي لما تبقي عارفة طبخة معينة انت في العادي بتحب تحطي التكات بتاعتك بقى يا مروار يعني الحوادق بالزات ملهاش ملهاش سجلة توصح احنا بنبدع فيها وخلاص وبتطلع معاك ممكن تطلعي وصفة بمحشوات حاجات في البيت بتطلع معاك حاجة حلوة في الحوادق بالزات الحوادق دي بالزات خصنا بقى لو حد حابي بالموضوع لأ هتطلعي حاجة حلوة الحلويات بتبقى شوية التزام شوية مقدير بس بنجرب كذا حاجة لحد بنوصل لنتيجة كويسة ممكن نخفف حاجة بعد كده انا بجرب الوصفة قبل من نزلها اصلا عشان ممكن احتاج بعد كده انا احب تجرري حاجات على طول بتاكات مختلفة بالزبط كده احنا مسخنين الفرن انا مش عايزة طبعا الوقت يسرقنا انا عارف ان انت عايزة هتاخد لون بس انا ايه عايزة ورلي الناس التكنيك فمعليش عايزين نقلبها بقى عشان ايه نلحق نوريهم وما تدخل الفرن يبقى شكلها ايه وزي ما قلتلكو احنا بس هي انا هقلبها دلوقتي بس هي لازم تاخد لون الاول تماما انتو عندكو وقتكو بقى احنا هنا مستعجلين بقى احنا عايزين نوريكم الوصف معانا مشروم فرش انا بحبه جدا انت بتحس ان هو بيفرق كتير اوي في الوصفة ده ها اساتي اه والسويت كورن كمان فيها شوية حاجة مسكرة كده معاكي بتزبط الدنيا في الوصفة الحدق بحس السويت كورن بي صراحة يا جماعة تاكة السويت كورن زي اللي هو الدورة الصفرة حاسها تاكة مختلفة ولذيذة اوي اه انا بحب الحاجة اللي بيبقى فيها جزء مسكر كده مع الوصفة تديها طعم حلو دي كان بقى اللي هي معلبات من اه اه اهم حاجة طبعا ان احنا نخسلها كويس جدا اه اي حاجة معلبة لازم نخسل فيها من المياه بتاعتها ونخسلها كويس عشان المواد الحافظة اللي فيها صح اه ولو بقى بس ها منشلتوها يعني لو اتبقى حاجة في العلبة او حاجة بتحطوش في التلاجة كم يوم عشان مش هتبوز انا بصفيها وبشيلها في الفريزر بكيس كده وبطلعها هي مجمدة مش بفكها الاول دي طريقة هايلة لاني في ناس سألتلي مثلا ايه الوصفة الحاجة بتبقى ريحتها وحشة بعد كم يوم في التلاجة وبتبوز لا هي ما فوت تتصفى بعد ما تتفتح تتصفى وتتغسل ونحطها في كيس في الفريزر وما نفكهوش قبل ما نتقل معلوماتها صح جدا لان احنا المعلبات عمتا بنجيبها بنستخدم منها يا دوبة كمية صغيرة والباقي ما بنبقاش عارفين نعم فيه ولازم يتغسل من الماء بتاعتها وليلي بعد ما بتاخد لون وبنقلبها ايه بقى الخطوة اللي بعدها بنشيلها بقى ونحطها في الطابقة على جنب هي بقى بتنزل العصارة بتاعتها بتهدى شوية تنزل العصارة بتاعتها العصارة دي بقى طبعا احنا نحتاجها لانها بتطعم لصاص جدا اه هي نفس فكرة قلتي عش كده بيكاتة اه هي شبه البيكاتة اه بس ايه بقى بكاتة الفريحة اه وهي بقى بتتاكل جنب روز بقى الطبقة حلوة قوي في نفس الطاصة بننزل بزبدة اه نجيب طبق نطلع عليه الفراخ اللي اتشوحت ولا عايز طبق اكبر لا لا اهو فوق بعض هي اتنزل انا مش عايز اتطبق في حاجة انا هنزل بعد كده لما شوح طب يال اه معلش انا عارف انت عايز تشوحيه اكتر بس انا عايز اوري للناس الفكرة اه يستفادوا منه خلاص كده قولي بقى البنات الصغيرين اللي بيتابعك كده بيتابعوك سوى لسا مجازين انت يعتبر لسا مامي ظننة يعني اه قولي لي انت في الاول مثلا كنت بتخافي تجربي وصفات ولا كنت بتحبي انا عايز اقولك يعني الاطفال في الابتدائي بقى وكده ويعودوا يتفرجوا على كارتون وحاجات انا انا كان عايش ايه قنوات الطبقة هي دي اللي خليت في دماغي ان انا احب الموضوع يعني بقى عندي حصيلة حلوة ان ازاي ده احطي ده على ايه وانا صغيرة واكيد من ماما برضو بتوفي تفرجي عليك اه بعد كده بقى بدأت تنفذ الموضوع ان ماما كانت بتديني بتاعتي جدا في الاعداية دي كده وانا لما بقيت في الاعداية دي ان انا ادخل اطبق بقى وعمل عشرة كده وحاجات بقى بطريقتي انا اه بعد كده بقى الموضوع بيتطور معي بس تطور موضوع هواية بطريقة هيا عارفك هيا هواية واللي انت قتيدة بالزبط هو موضوع النفس ان كل واحد يعرف وصفة فيخط الططش بتاعه هنا بيعرف ان هو فعلا اه في نفس الطاصة يلا حط مكعب زبدة فعلا يا جماعة البهاريز اه هي اهم حاجة عندي ولسه فيه بهاريز هتطلع هنا هتزبط الدنيا بقى معيك البهاريز دي اللي اصلا في الطبخ الاحترافي عارف اسمها دي جليز اللي هو اللي يبقى بقايا لتشوك ده وهي الفريق لما ناخد لون اكتر بيطلع معك بقى بهااريز احلى كمانا لونها غامق شوي تمام وبعدين عايزة نحط ايه بصر؟ هنمزل بقى بالبصر نتقطع كده جواني وصفة لذيذة فعلا والتوم اه اه حاضر هواي ساحا احنا بقى بنشوح الخضار كله مع بعضه تمام بعد كده المشروم ولا الخضار بتخسيل المشروم ولا بتخسيله شيء بصوا بقى ركزوا معي عشان فيه خناقة بنمسحه بمنديل مينفعش يتغسل طبعا عشان هو بيمتص ميه ينفعش بيتمسح بمنديل او بفوتة او اي حاجة هو مفيش خناقة ولا حاجة كله عارف ان بتمسح لا اصلا يعني الحاجات كو اي عارفة هو بصي المشاكل بصراحة على غسيل الكبدة والفراخ والحاجات اللي هي ايه دي مشاكل عليها جامد اوي دي فيها قلق جامل يعني هو طلع ان كل حاجة كل واحد متعود على حاجة لما بيجي استادي او بيجي بحث هو اللي بيحصل ان احنا كل واحد متعود على حاجة ولما بقى بنخرج بالثقافة بتاعتنا بتتشاف كل واحد بقى بينتقد ان احنا متعودين على كده ده بسبب بقى ان احنا كلنا مفتاحين بقى على بعض وبنقول بعض طريقتنا في الحاجة وكده صح فخلاص بقى بدأت المشاكل تكتر لكن هو قبل كده كان كل واحد بتعود بطريقته يعني براحته وهي زي مارفة بتقول يا جمالين مشاكل والخناء يعني اللي عايز يعمل حاجة يعني عادي يعني فكرة ان احنا نطاقار احنا بندو لكم افكار ومتعودة على حاجة بتحبيها بالطعم ده تمام احنا كده حاطينا البصل والتوم والالوان حلوة قوي اه دي بصي دي بقى اللي بتخلي الطبق حلو والفلفل الالوان انا بفضل اكتر يكون فلفل اه اه احضر واصفر مش احنا قدامنا يا دوبة انا عايزة توريهم فكرة الطاجن هنرسي الفراخ تحت مثلا هنرسي لك انا الفراخ ولا هيتقلبوا على بعض بقى ولا ايه اه لأ هميش اوكي نرسيها نرسي الفراخ في الصمية والموزاريلا شكلنا هتحطها على الوش مع الكريمة لسه عندك الكريمة الكريمة هتتحط هنا بصوا يا جماعة هي تببلت الفراخ بملح وفلفل وبابريكا اللونها حلوة او رحيتها حلوة هي حاجة بسيطة لان انا برضو همحبش ابلغ زي مروى كده نحس بتعم الحق بعدين فيه حضار في حالات هتدينا تعم حلو فهنكتفي اكتر بالال فهنرسي الفراخ بعد ما شوحنيها وهي عاملة طبقة عظيمة من الماشروم والفلفل الوان بصل العسرة لا كم فرخة فوق يعني عايز اشيل الكم فرخة مفوض بيمتازجه مع بعض بس عشان يبقى لما بيجي نحط طبقة الجبنة بتشيله سلايز الفراخ نفسه بيبقى عليه طبقة الجبنة بتحطيه بقى جنب الروز طب بصو هي عايزانا نعمل طبقة فراخ تحت كارضية وحطلنا بقى الحشوة حبيبي ودلوقتي بقى مفوض ان احط الكريمة بعد ما الخضار ده كله يتشوح مع بعض ببدأ بقى ان انا انزل عليه وانا اجبتلكم بقى كسات الجيلي بس هنزل الاول بشوية مية عشان برضو ايه اعمل سوس كده تعرفي يا عمرو ان في ناس لحد دلوقتي مش بيعرفوا يعملوا جيلي مش مش حكاية حاجة ما بيعرفوش يزبطوه يعني ده باكت جيلي اهو يعني انا لو لحا اقوريهو لكم بشعرف احنا عندنا وقت قصا زي اقوريهو لكم فيهو كعب مرأة ماشي بصوا يا جماعة احنا بنغلي مية تمام دي اسرع طريقة نحط مية بردة بس عقبال ما هي ترص الطاجن اواريكو ازاي بنعمل جيلي لو احنا هنعمل تورتة جيلي عملت تورتة جيلي قبل كده ولا لسه زي الشيسكي لا بس هو عموما عندي خالفينك لو عملت تورتة جيلي لازم تخليه سميك اكتر مش طري زي ما بتعمليه في القلب فلازم نقلل نسبة المية فيه عشان يبقى ماسك نفسه اكتر الله ينور عليك يبقى احنا لو هنعمل تورتة جيلي او هنقدمه كده هنقلبهم طاجن بيبقى شكل حيوي بالفاكهة الفراولة والموز بنقلل كمية المية لكن الباكت نفسه بيبقى مكتوب عليه مثلا نص كباية الباكت ده مثلا كبايتين مية مغليين فساعيتها بتقليها بتخليها كباية اه طيب احنا خلاص حاطينها شوية المية المفاوض المية بقى ايه تستوي شوية مع الحاجات دي هننزل بقى اخر حاجة بالكريمة بصوا الجمال وبعد كده هننزل بقى على حلوة قوي قوي تسلم ايدك بجد يا مروه تسلم ايدي ريحتي يا جماعة لزيزة قوي وانا عجباني جدا فكرة البصل مع الفلفل الوان متقطع صغير مع ان هي نفس الاكل هي شبه البكاتة بس هي عمنا بقى زي الطوجن كده ووش بيتزا فديب نديره طعم مختلف كمان الجبنة بتفرق جدا في طعمه يبقى احنا دلوقتي حطنا طبقة الفراخية اتحط شوية من الطبقة اتحط شوية جميلة جميلة مش هحط طبقة كلها عايز اتنزلت دي مش يا سلام لو في حد يا جماعة يساعدنا كده في البيت بدلا ما احنا بنقض لوحدنا كده هنقض انا عايز اقولك انا وصفة واحدة ممكن اقضى بعدها كم ساعة عشان المطبخ والحاجات طبعة هي طبقة دقيقة ونص بس مش عايز اقولك ورا دقيقة ونص ايه حلوة وبعدين هي حطت طبقة الفراخ فوق عشان انتو ممكن تقلبوا الحاجة على بعضها عادي مش هتفرق يعني هو الحاجات دي مش بتفرق قوي في ال في الوصفة خلاص كده تعموها ايه خط بقى اهم حاجة ده هبنسبش حاجة العصارة دي ناخدها كلها نحطها دي بتدي طعمه اصلا للطاج تسلم ايه دك يا حبيبتي واخر حاجة رشة الجبنة الموترالة ده الكمية دي على فكرة كان ممكن تعمل طاجن اكبر او طاجنين اه فممكن اه يعني احنا بعد الفصل ناخد شوية دول نزودوا عليهم جبن الجبنة وبعدين بقى بتدخل تحت الشواية كده تاخد لون جولد حل هم تحفة تحفة هم وصفة فعلا خفيفة ومختلفة سريعة جدا هي مش بتاخد اي وقت ودي اكتر حاجة اصلا حلوة فيها نطعمه حلو سريع بس كده ومختلف بقى شوية بقى عن الوصفات المعروفة للفراخ حاضر اللي بيحب يا جمال جيلي مسكر اكتر يحط معلقة سكر بس هو اصلا فيه سكر اهم حاجة ندوبه كويس جدا ومية مغلية عشان تندس بنحط مية من الفلتر او مية من التلاجة بس كده ولو هنحط طبقة موز عايز اقول لكم الاحسن ان احنا نحط طبقة موز وبعد كده نحط طبقة جيلي يجمد يعني احنا مشغلين الفرن محمينه يلا قولنا بيدخل على فرن كم بيدخل على فرن درجة حرارة 180 هو كان ممكن اصلا يعني عندك تو اوبشن احنا لو شوحنا الخضار كويس واخد على النار كويس لان كله مستوي اه لانه كله مستوي يعني عندكم ده وعندكم ده وممكن مثلا لو هو خلاص ما شوحناش قوي الخضار وكده ممكن يدخل على الفرن درجة حرارة 200 ياخد بس غلوه مع الصوت والحاجات دي والكريمة وباكد نشغل على الشواء تمام حلو قوي انا هدخله الفرن اهو وغالبا هنشوفه طبعا بعض الفاصل لانه هو كله مستوي بس احنا محتاجين ياخد يمتزجوا بعض كده وياخد لون فوق الوش بجد والله تسلم ايدك يا حبيبة قلبي يعني بجد حقيقي نورتيني وشرفتيني وصفة حلوة قوي انا مفصوطة جدا انا كنت معاكي انا مفصوطة اكتر بجد شرفتيني ونورتيني وطلتك حلوة ووصفاتك حلوة والبيتج بتاعتك حلوة واتمنى يكون السيدة مشاهدين عجبهم وصفة شيف ماروة الفراخ بالكريمة بين الماشروم جراتان كده هنشوفها بعد الفاصل بعد ما تتحمر الوش كده وتبقى جميلة وكمان عملنا كوبايات جيلي كده وكاسترد بس عشان نرحب بيها معنا ضيفة جميلة خلونا بقى نطلع فاصل صغير اول نستقبل الدكتورة الجميلة معنا اتكلمنا عن حلم الرشاقة وازاي ناكل الحاجات دي من غير مضابرنا يقنبنا فاصل صغير وراجع اللقاء خلينا بس يا جماعة نطلع لطاجن بصوا يعني يدوبك الحقنية قبل ما يتلسع لونه تحفة شاهد بصوا جميلة ازاي بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي بقى الدكتور نورهان يا أستاذة نورهان عايزين ناخد حالات خاصة على كورس الاناسيليم وبصراحة الرسائل دي بتبقى ملهمة جدا 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 بتدي تحفيز طلعت طحفة يعني انا كان نفسي تطلع وهي معنا على الفكرة بس انا طلعتها هي رحتها حلوة قوي جربوها وعملنا شوية جيلي كده بالكاسترد بصوا هي شكلها بصوا بصوا جمالها بصوصة عايزة اقول لكم بدي تتعامل مع شوية تروس بيض احنا عملنا حسابنا وعملنا شوية تروس بيض بصوا جمالها شهية جدا جدا وسهلة وانا شايف انها اقتصادية يعني بنص كيلو كده صدور فريخ تحطوا معها بصل بقى جوليان ومشروم وكريمة اللي عندكم في التلاجة بواقي جبن خطوه